نرجع ومنتبع بتحل الحياة وموضوعنا هو متلازمة الشريان التاجة الحادة شو بتاعنا هالعبارة وكيف منقدر نتعرف أكتر عنها نعلجها بصرنا نستقبل دكتور رائد عثماني اللي حتخبرنا أكتر عن هالموضوع أهلا وسهلا فيك تانكيو أهلا فيكم أنفات هي الدبحة الألبية باختصار يعني العالم تعرفها باسم الدبحة الألبية أكتر من متلازمة الشريان الحادة سو الدبحة الألبية هي لنشرحها للعالم بطريقة مبسطة هو القلب كما بتعرفوا القلب هو بعضلة بتضخ دم على الجسم هاي شغلته الأساسية منشان تغذي جسم بتعطي أكسجين للجسم سو القلب بحد ذاته هو هاي العضلة بحاجة لأكسجين كمان ويتغذى القلب عن طريق شرايين التاجية اللي موجودة على سطح القلب لسبب من الأسباب إذا صار تسكين مفاجئ بشريان من هاي الشرايين التاجية اللي هنه ثلاثة بيصير عنا دبحة ألبية بينقطع الأكسجين على المنطقة اللي يمغزها الشريان تضعف العضلة بيسبطل فيه أكسجين العضلة للأسف بتبطل تشتغل ومع الوقت شوي شوي ممكن تؤدي لتلف العضلة ولضعف عضلة القلب هلأ فيه نوعين من الدبحة القلبية النوع الأول هو تسكير كلي للشريان بيسكر الشريان فجأة وكليا والنوع الثاني هو تسكير جزئي للشريان أكيد بالحالة الأولى يلي هو الأخطر المريض لازم بصورة مستعجة جدا يفوت على اسم التميين ونفتح الشريان بطريقة مستعجة جدا خلال ساعة أو ساعتين بينما بالحالة الثانية فيه عنا شوية وقت ننطر لأنه بعد فيه شوية دم عم يمره بالشريان فينا ننطر خلال 24 ساعة نفوت على اسم التميين ونفتح الشريان وباختصار الدبحة القلبية هي التسكير مفاجئ بالشريان التاجي يلي عم يغزي عضلة القلب اليوم طبيعة أكيد يكون فيه عوارض معينة إذا فينا نحكي عن الحالتين لما الشريان كله يكون مسكر ولما يكون جزئيا العارض الأساسي هو وجع الصدر يعني المريض فجأة بيحس وجع بنص صدره وجع مؤلم جدا إجمالا بيكون وجع والوجع بيحس المريض مثل بلاطا عصدره بخبناها لمنعين أنه عندي بلاطا عصدري وهالوجع بمعظم الأحيان بينتشر بالصدر ما بيدلل بالصدر بمعظم الأحيان بينتشر وأكتر محل بروح عليه هو يا أما على الفك السفلي أو على الكتف على الإيد الشميل أو على الإيد اليمين أو على الظهر أوقات فلانا بيكون في وجع قوي فجأة بصدر مثل بلاطع صدر هيدا احتمال كبير يكون دبحة قلبية لأوقات ما بيكون في وجع صدر مثلنا عم خبروا منص الصدر أوقات بيكون الوجع من المعدة هون العالم يجب أن تنتبه أنه وجع المعدة حتى أوقات ممكن يكون دبحة قلبية لأنه الشريان الخلفي اللي عم يغطي باسم الانفرير أو الشريان الانفر الخلفي من القلب هو بيكون متضرر بهذه الحالة والوجع بيجي مثل وجع معدي للأسف العالم هون ممكن يفكروا أنه هيدا وجع معدي أو سوء هضم أو وجع مصدر ويضيعوا وينطروا ما يروحوا على المستشفى وهون بتصير المشكلة سوأوقات بتصير الوجع لكن بالمعدة أوقات بيصير وجع بالصدر وعند بعض الناس خاصة الكبار بالعمر واللي عندهم سكرية واللي عندهم مشاكل ضعف بالكلوي الوجع ما بيكون تيبيك ما بيكون مثل ما عم نحكي بوجع صدر أوقات بيكون وجع بالكتف وجع بالإيد وجع بالظهر وبيترافق معه هيدا الوجع بمعظم الأحيان عرق عرق بارد بيترافق معه كمان أوقات لعيان وغثيان واستفراغ سوأي من هالعوارض هيدي إذا المريض شك أنه عم يعمل دبحة أو طرف دبحة لازم دغري تروع على الطوارئ ما ينطر أبدا يروع على الطوارئ ويشوفوا حكيم الطوارئ يعمل تخطيط قلب ساعته طبيب الطوارئ أو طبيب القلب هو اللي بيحدد كأنه هالمريض عم يعمل دبحة ألبية ولا وجعه من ممعته ولا صفقة هوى ولا شاد عضلي أو إكسترا إكسترا طيب منشوف بكتير يعني على الإنترنت بالتحديد بهيك حالات إذا الإنسان صار عنده هاي العوارض هل ممكن يكون فيه شيء يدارك وهيدا الشخص من هون ليوصل على المستشفى يعني بالبيت بيقول لك كعمول هيك أو ساوي تنفس بها الطريقة أو شرب ماء أو الآخر للأسف بس تصير دبحة ألبية بأسرع وقت المريض يجب أن يروع على الطوارئ ما فيه شيء يعملوا أبداً بالبيت لأنه معظم الوفيات بتصير قبل ما يوصل المريض على المستشفى معظم الأسباب الوفيات هي بتكون تلخبط بكهربة القلب القلب بيعمل سكته ألبية بيوقف معظم الوفيات بتكون قبل ما يوصل المريض على الطوارئ أسرع وقت لازم يأكل طلب الصواري الأحمر أو حدا من أقرباء أو أصدقاء يوصلوا على أقرب مستشفى لأنه وانس وصل على المستشفى بس يوصل على المستشفى صار بأمان المريض صار محاط بجهاز طبي أي مشكلة بيطلق بالضاءات القلب أو سكتة ألبية ستفيونين أو شو وهيك المريض سيأخذ العلاج بأسرع وقته ونحن بالدبحة القلبية لدينا وقت معين يعني ما فينا نتأخر أبدا الوقت هو حسب التوصيات العالمية 60 إلى 90 دقيقة لازم هذا الشريان مسكر لازم ينفتح سوى للأسف اللي منشوفه أوقات المريض عنده وجع صدره بيقول هذا صفقة هوا بيقول هاي شد عضلي اللي بيصير أوقات أنه بيتأخر بيقول خليني ساعة 2 صبح ما هروح على الطوارئ ما هنزعج عائلتي وروح على الطوارئ بصير المشكلة ساعتها بيجي تاني يوم عامل دبحة صار يعني كتير مأخر ما كتير فينا نساعده بقى هل في وسائل للوقاية من هذا الموضوع أو فحصات دائمة بيعملها الإنسان ومن أي عمر إذا بدو يصير هذا الشيء صح الوقاية بتكون بابتعاد عن عوامل الخطر الفاكتور دوريسك شون العوامل الخطر العوامل الخطر هن السكري الضغط الكوليستيرول الدخان وفي عوامل هول فيها نتحكم فيهم بس في عوامل تانية للأسف ما فيها نتحكم فيهم هن عامل وراسي والعمر كل ما نكبر بالعمر كل ما اتعرضنا أكثر للدب حرابية إذا إذا ما نعمل نرجع لسوء لكننا نعمل وقاية لازم نعمل وقاية بهول الشغلات اللي حيبين عدينا أول شيء إذا واحد عنده سكري لازم منسوب السكري يكون واطي الإيموغلوبين لازم يكون تحت السبعة أكيد متابعة مع طبيب السكري إذا عنده ضغط لازم ننزل ضغط تحت 13 على سبعة حسب التوصيات العالمية أو 13 على 2 حسب التوصيات العالمية الأخيرة إذا المريد بدخل لازم يبتعد عن التدخين ويعمل اكتيفيته فيزيك ريجوليال لازم مع طول يعمل سبور 30 دقيقة ماشي بالنهار كل يوم أو يوم أي يوم لأ ساعة بالإضافة لهذا هذا ما بيكفي أكيد كل مريض فوق الـ 45 سنة أو كل شخص ما أحكي عن مريض كل شخص فوق الـ 45 سنة أو كل في ماء الفوق الـ 50 سنة هون لازم تعمل تشيك أب ضروري عن طبيب القلب على القليلة مرة كل 3 سنين في فحوصات الطبيب القلب هو بيقدر نسبة خطورة عند الشخص وبيطلب الفحص اللازم ممكن يكون الفحص جهد ممكن يكون سكنر لشراني القلب حتى يلقط المشكلة قبل ما تصير الدبحة القلب طيب فيه ناس بتنصح أنه على صحة سلامة من عمر معين ياخد واحد حبة دوات سيل الدم مثل الأسبرين أو غيره شو رأيك بهذا الموضوع؟ هيدا للأسف ما أثبت علميا أنه عند كل العالم إذا عطيناهم فوق سنة معين إذا خدنا حبة أسبرين بتخفف من مشاكل القلب ليش؟ لأنه الأسبرين نفس الوقت هو مميع وممكن بالجهة المقابلة إذا ما عنده مشاكل القلب الشخص ممكن تعمله نزيف يعني منربحه بتنزيل ريسك الدبحة القلبية عم نخسره بالنزيل سوما كل العالم يجب أن تخذ حبة أسبرين على صحة السلامة بس يجب أن يأخذها بعد استشار الطبيب هؤلاء اللي عندهم فاكتور دو ريسك اللي عندهم عوام الخطر كتير اللي عديناهم شوي هن اللي يجب أن يأخذوا الأسبرين كويقائية هؤلاء المعرضين أكتر للدبحة لذلك يأخذوا الأسبرين كويقائية أكيد بعد وصف الطبيب مش لوحدهم يأخذوا الأسبرين اللي عندهم مثل ما حكينا السكرية والضغط الكوليستيرول بتدخنه أو في فاكتور إريتال وبكل الحالي تخذوها لما الحكيم يقول طبعا لأنه في أشخاص بقولوا سمعنا بيخذوها أكيد حتى حبة الأسبرين اللي هي نعتبرها بيبي أسبرين أو ما شي هاي دي بيدي وصف الطبيب لأنه هو الطبيب الوحيد اللي مخول واللي قادر يقدر الريسك طبع كل المريض ويشوف إذا عنده خطر نزيف ولا عنده خطر أنه يعمل جلطة وهون ساعتها الحكيم بيقرر إذا بيعطيه أسبرين على صحة السلامة ولا لا طب دكتور شو بيصير عادة إذا المريض وقف العلاج قبل المدة اللي بيكون أصلا الدكتور وصف له إياها أوكي هون عم نحكي بعد الدبحة القلبي هون إذا المريض يطلع على التميل يعني يفتح الشريان المسكر أو شبه مسكر نحط رصور ونفتح الشريان أكيد بس يطلع المريض على البيت هون في عنده ليس 6 أدوية بدي يخذها عنده تقريبا شيء 5 أو 6 أدوية في عنده أسبرين كل مريض عامل دبحة لازم يخذ أسبرين أو طرف دبحة لازم يخذ أسبرين لازم يخذ دواء تميع تاني مع الأسبرين بنقي الطبيب هو زماني عم فيه دوايان ممية بس يطلع المميضة على البيت لازم يخذ دوا كوليستيرول هذا لازم يخذه كل حياته هو الأسبرين لازم يخذ دوا كمان حماية للمعدة لأنه عم يخذ دوايان ممية وبعض أدوية تانية مثلا للعضلة أو لتنظيم ضقات القلب ممكن الطبيب يوصفهم بالنسبة لأرجع لأسؤالك هذا السؤالي كتير مهم المريض لازم يخذ دوايان مميع خلال سنة من بعد الدبحة بعد السنة الطبيب بيقدر خطورة المريض خطورة الوضع إذا شاف أن المريض بعده تحت خطر أنه يروجع يعمل دبحة قلبية من مد أكتر من سنة سنتين، ثلاثة سنين، أربعة سنين ببعض تشيك أب متواصل يعني مدة العلاج بتختلف مدة العلاج إمانا نحن بناخدها ستندار سنة ولكن مينموم سنة ولكن في مرضى عندهم ريسك عالي عندهم فاكتور دوريسك عندهم عوام الخطر موجودة بعدهم عم يدخنوا عندهم سك كريم لخبط عندهم ضغط عالي السنة واحدة ما بتكفي لازم ناخد سنتين وثلاثة وأربعة وقوات خمسة وقوات أكتر الطبيب هو الوحيد اللي ميخول يوقف الدواء أو يكمل الدواء بعد السنة أوكي يعني مريض ما لازم أبدا يوقف الدواء المشكلة المنعاني مننا نحن بصراحة مش بعد السنة المشكلة المنعاني مننا كتير هي قبل السنة خلال السنة لازم المريض ياخد دوائن لحتى يكون يحمي حاله لأنه أكتر سبب أكتر سبب لعودة الدبحة القلبية مرة تانية هي توقيف الدواء من قبل المريض المريض لوحده بيوقف الدواء بيقولك أنا صرت منيه بعد أربعة شهر أو خمسة شهر مش حاسس بيسي ولي بيصير إنه بيوقف الدواء وبتصير الكارسة هون أكتر سبب للدبحة القلبية لعودة الدبحة القلبية توقيف الدواء قبل وقته كتير بنشوفها كمان هي تشدد فيها عند مرضى بيروح ويزبطوا سنانهم بيروح المريض بيقولوا الحكيم سنان بنا نزبط سنان بيفزع المريض بيقول بدي وقف الدواء عصر ما يصير معي نزيف بسناني بيوقف الدواء وبتصير الكارسة كتير بنشوفها هذه سوى بدي شدد على النقطة قادرين نعمل معظم عمليات سنان نحنا من دوما نوقف ولا دواء مميع وإذا بدنا نوقف دواء مميع وإذا اضطرنا لازم يتوقف من قبل طبيب القلب مش مع احترام يا أطب بالأسنان مش من طبيب الأسنان ولا من المريض هون عم نشوفها كتير كتير والكمبليكيش والمضاعفات عم تصير بهذا السبب ما لازم يتوقف دواء المميع دوائيين مميع خلال السنة بعد الدبحة القلبية حتى العمليات في عمليات تانية مش بسنين في عمليات جلد في عمليات كتيراكت عمليات العينين فينا نعملهم من دون من نوقف دواء السيارة يعني العودة دائما لازم تكون إلى الطبيب القلب اللي وصف دواء السيارة صحيح ما لازم المريض أبدا يوقف الدواء أو غير دواء إلا ما يرجع للطبيب القلب اللي وصف له الدواء هو بيقدر خطورة الوضع وبيقدر إذا لازم يوقف الدواء ولا يأجل العملية دكتور رائد عثمان نحن منشكرك على هذه المعلومات القيمة نسي لكم ومنشكرك حضورك